فضيلة الشيخ حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نعم هذا حديث صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا وعد من الله سبحانه وتعالى ولذلك يلقن المحتضر لا إله إلا الله ولا يكرر عليه إذا قالها مرة فإنها تكفي إلا أن يتحدث بعدها بكلام آخر فإنها تكرر عليه لتكون آخر كلامه عند خروج روحه